السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ساكندري 2 أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهجة Pure Mathematics النهاردة إن شاء الله الحلقة لطلبة العلمي وطلبة الأدبي وطلبة الأزهر إن شاء الله النهاردة بقى هنكمل اللي إحنا بدأناه في الجراف الحلقة اللي فاتت هنتكلم إن شاء الله على حكين مهمين أوى عندنا في الجراف يا ولاد في شابتر 1 هناخد جراف of the quadratic function and the chaotic function إحنا خدنا الحلقة اللي فاتت ال constant function خدنا كمان linear function النهاردة إن شاء الله هناخد الكوادراتيك والكيوبك الحلقة اللي جاية إن شاء الله هناخد absolute value function والrational function وكده يبقى خلصنا كل الجراف طيب زي ما تعودنا إحنا بنبسط الجراف على قد ما نقدر بنختار طريقة سهلة جدا وستراتيجي سهلة قوي بحيث إن هي تسهل علي إزاي نعمل الجراف بدون مشاكل إن شاء الله يا ولاد بداية كده هنتكلم على الفرست item عندنا النهاردة وهذا quadratic function طبعاً الكوادراتيك فونكشن اللي هي function of the second degree اللي إنتوا أخدتوها زمان تقريباً في grade 9 وgrade 10 كمان اللي كنا بنتكلم على الكيرف ده اللي هو الparabola ده ما اسموش كيرف يا ولاد اسمه parabola يا إما الparabola دوت opened upward يا إما opened downward هناخد بقى النهاردة كل الكيسز للquadratic function وبإذن الله إن شاء الله تطلع من حلقة النهاردة متمكن كويس جداً من الجراف للquadratic function والquadratic function together إن شاء الله تعالى يلا نبدأ مع بعض الكوادراتيك فونكشن يا ولاد طبعاً الكوادراتيك فونكشن لازم ناخد الstandard form الجنرال فورم للquadratic function اللي هي f of x equals ax squared plus bx plus c عندي condition يا ولاد مهم جداً ماينفعش الcoefficient of x squared بزيرو أو الاي ما تنفعش تبقى equals zero لإن الاي هنا لو بزيرو هتبقى الفونكشن دي changed into linear function لو ده كله بزيرو هتبقى bx plus c دي الحلقة اللي فاتت اللي هي اسمها linear function تعالوا بقى ناخد الstandard form للجراف اللي كلكم استنينه نبدأ نشتغل جراف إزاي القصة كلها عندي هنا في الجراف وفي القناة عندي هنا إزاي تجيب الفيرتكس لو عرفت تجيب الفيرتكس إزاي الجراف إن شاء الله بالنسبة لك هيبقى سهل جداً امشي بقى معايا step by step كده للآخر نبدأ بالquadratic عندنا لو عندي f of x equal x power 2 أي فيرتكس عندنا زي ما قولنا يا ولاد قبل كده لازم يبقى عندي x و y يعني الفيرتكس لازم يكون فيها two coordinates اللي هو first projection والsecond projection اللي هو ال x وال y بالمنتهى البساطة كده طب أنا أجيب ال x إزاي وأجيب ال y إزاي هديك طريقة سهلة جداً بعيدة عن الرولز اللي أنتو بتسمعوها في أماكن كتيرة قوي بمنتهى البساطة يا ولاد تشايف الباور ده؟ أيوة اللي هو two خد اللي تحت الباور ده حطه ب zero من اللي تحت الباور عندك؟ ال x حط ال x دي ب zero لو ال x دي ب zero حطتها ب zero هتبقى ال f of x دي اللي هي ال y هتطلع ب zero طب نكتبها أحسن عشان الناس تبقى وقدة بالها كل يركز معي في الحطة دي لأنها مهمة جداً في الكوادراتيك فونكشن قلنا بناخد اللي تحت الباور ب zero مين اللي بيلول باور؟ اللي هو ال x يبقى أنا نحط ال x ب zero خلاص يبقى أنا كده في الفيرتكس أنا عندي x و y كده أنا جبت ال x خلاص سمسطر ب zero طب أنا عايز أجيب ال y ما هي ال f of x دي اللي هي ال y أو لا يبقى ال y equals أنا قلت ال x ب zero zero power two تطلع برضو ب zero يبقى الفيرتكس zero zero يبقى دايماً ال x سكوير هتبقى الفيرتكس معاك zero zero خلي بالك بقى كويس جداً هنعمل ايه في الجراف دلوقتي يبقى دي number one دي الفيرتكس دي أهم حاجة في الموضوع كله بعد ما نجيب الفيرتكس ما حدش بقى يقول يا مستر وإحنا هنرسم في المتحن وهو أنت يا حبيبي لو بتعرف الجراف كويس قوي أي جراف هيجي لك زي ما ناخد في نهاية الحلقة ومحضر لكم مسائل كتيرة قوي mcq هتشوف قيمة الفيرتكس لما نيجي نحل مع بعض في الآخر لأن الفيرتكس دي بنجيب منها ايه ال x of symmetry بنجيب منها increasing decreasing range فلو أنت مش فاهم الفيرتكس بتيجي ازاي أو الفيرتكس أصلاً بتعمل ايه يبقى للأسف هتبقى إجابتك فيها مشكلة بعد ما طلعنا الفيرتكس zero zero تعالى نروح على اللاتس طبعاً zero zero اللي هي الأوريجين يبقى الكيرف بتاعنا كده open the upward اهو تيجي تقف عند الأوريجين هنا وتعمل u كده اهو ده شكل الكيرف بتاع حضرتك طبعاً x square هي 2 x square للناس اللي بتسأل هي half x square ما يفرقش الكو اوفيشنط قمالي كو اوفيشنط بيعمل ايه ده اللي بيخلي الجراف نفسه أو البرابولة يقرب أو يبعد من ال y axis يعني ممكن دول يضموا كده أو يبعدوا قوة عن كده المهم الكيرف يبقى نفس الشكل يا جماعة يبقى لو يبقى عند الفيرتكس من هنا انا ممكن نرسيمه برضو براحة كده اهو واحدة واحدة اهو لو انا هشتغل بالقلم اهو كإني قاعد بشتغل معك بالزبط اه دي الفيرتكس اه يا مستر تقف هنا اللي هي الأوريجين وتيجي تعمل لي بس letter u هنا بس اهو اه دي البرابولة بتاع حضرتك اهو يبقى انت كده رسمت مين الكوادراتيك فونشن دي اللي هي ال x او ال x square او ال f of x equals x square تعالا بقى نجيب كل حاجة بقى اول حاجة لازم تاخد بالك منها ال increasing وال decreasing هديك طريقة سهلة جدا تجيب بها ال increasing وال decreasing هات ايدك كده مع الماوس حط ايدك كده دايما لو عايز تعرف ال increasing وال decreasing لأي فونشن اشتغل من lift لل right امشي مع الجراف from lift to right from lift حط ايدك هنا بعد اذنك امشي معي انت كمان امشي معي يالله ها دا كده ايه decreasing وقفنا هنا عند ال� zero وبعدين increasing جميل عشان ما تنساش حطيلي zero هنا عشان فيه ناس بتطلق بط اهو كتبنا ال� zero اللي هو ال origin طبعا اللي هي ال origin point كمان مرة معلش تعالا هنا كده امشي 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 decreasing اقف هنا لحد ال� zero وبعدين حصل inflection هنا اهو طالع 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 اللي هي مين اللي هي increasing يبقى هنا في decreasing هنا في increasing جميل اوي تعالوا بقى نكتب الانتيرفالز بقى هنقول كل حاجة في المسألة دي كل مسألة هنشرحها هنجيب domain هنقول range هنقول increasing هنقول decreasing هنقول equation of axis of symmetry كل المونتونيشن اللي احنا اخدناه هنقوله كل اللينت حتى كل ال definition اللي اخدناها من اول page one لحد من خلص الجرافي ان شاء الله يا ولاد عشان نفضل الحاجة دي في دماغنا ما ننسهاش ابدا ال domain قلنا طبعا R لان انا بشتغل في real numbers ال range فين الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده الناس اللي كانت معايا على القناة وفاهم الكلام ده قلنا من minimum لل maximum اقل value هنا انت بتشتغل طبعا ال range من على y axis add the y axis اهي minimum value هنا zero up to infinity يبقى من اول zero closed لحد infinity opened add range طب ما تيجي نكتب increasing وال decreasing كل ال interval في opened انا ليه اتحفظ على الكلام ده بس هي عندك opened خليها opened زي ما هي هنقول decreasing من negative infinity opened ل zero opened وال increasing من zero opened ل infinity opened جميل قوي يبقى انا عندي increasing من zero لحد infinity طب decreasing من negative infinity ل zero كل quadratic function بلا استثناء كلها even function او الparabola دايما اي parabola opened upward او downward يبقى نوت one to one ليه فاكر الhorizontal line test اللي قلنا زمان علشان اعرف الparabola ده او الفنكشن اللي قدامي one to one ولا لا كنا بنعمل الhorizontal لو عمل يبقى يبقى دي طب الفنكشن دي ادوى لا even والله لو هي symmetric about y axis تبقى even function اهي الstraight line ده اللي هو y axis اسم الكيرف اللي قدامك ده divides the curve into two congruent parts هنا وهنا يبقى نقدر اقول انها even function كمان قلتلك انا حاجة صغيرة جدا للeven خد point هنا لما كنا بنشرح يا جماعة symmetric about x و about y كانت تقريبا لها lecture 2 في الالجبرا قلت خد point هنا مثلا one و two هتلاقي ها الناحية التانية negative one و تبقى one to one قلنا لا طبعا note one to one بص احنا جابنا كم item ادي one two three four five six seven ده غير graph هنعمل ده في كل مسألة سيب بقى اللي في ايدك ركز معي كويس علشان النهار ده عندنا شغل كتير قوي طب negative x square اهم حاجة vertex هنعمل ليه في vertex ايو برافو عليك ما تعدش نايم اللي تحت الpower ده بزيرو يا مستر من اللي بيلول power ما تقولش negative x ما يملهاش لازم النجاتيب النجاتيب دي بتاعة graph قول x بزيرو ادي x بزيرو طب لما نحط x بزيرو يا ولاد هتبقى y جدع تبقى y كمان تبقى بزيرو ممتاز لان دي كلها تبقى بزيرو يبقى f اللي هي y تبقى بزيرو يبقى الvertex zero zero جاري على لاتس بقى ادي ال x و ادي y لو هي positive اجي طبعا الvertex عندي اللي هي zero zero يبقى انا اجي هنا عند origin وتعمل الpoint بتاعت حضرتك طب وبعدين يا مستر هنا بقى الكيرف او البرابولة بتاعنا يبقى opened upward ولا لو هي positive يبقى opened upward اقف هنا كده واطلع لفوق زي ما عملنا من شوية لكن لو co-efficient of x squared negative تبقى opened بس المرة دي يبقى كده اهو بس كده خلاص اول حاجة عايزين نجيب الdomain الdomain r range range قلنا من minimum ل maximum اقل حاجة هنا negative infinity اعلى حاجة هنا zero closed طبعا يبقى من open negative infinity up to zero closed طبعا عايزة اعرف increasing و decreasing ما تلغبط يا ميستر اقول لك ما تلغبط ولا حاجة هات ايدك معايا كده على الماوس قلنا اشتغل from left to right امشي معايا يلا يلا بايدك الجميلة دي كده طالع 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 الرنج من negative infinity open till zero closed فين increasing تقول من negative infinity till zero طبعا اتلغبط نفسك للأوريجن طب فين decreasing ايوة من zero open till infinity ممتاز طب الفنكشن دي one to one لا نوت one to one طبعا كل الكوادرات نوت one to one يا ولاد طب الفنكشن القدامك دي قدوة لا even جدعة الفنكشن دي even لان هي symmetric about y axis جميل او يا رب نكون تهمنا كويس اوي هنمشي بقى بنفس الاستراتيجي دي الاخر الحلقة ان شاء الله ساعات يطلب بيننا حاجة اسمها equation of line of symmetry هو الaxis of symmetry هو الaxis of symmetry اللي هو مين اللي هو عمل divides للبرابولة كله into two congruent parts اللي هو دا دايما الaxis of symmetry بيجي من الaxis يا أولاد يبقى لما طلب منك الaxis of line of symmetry تقول لي at x بكام طب ما أنا جاي بالaxis بزير يبقى theaxis of line of symmetry at x equals zero تفهمت تمام خلي بالك انا عايز برضو اكتب لك حاجة مهمة قوي ليك انت برضو هي الaxis دي بتجيب ايه الaxis بتجيب ايه بتجيب كزا حاجة أول حاجة بجيب من عليها الانكريزينج والديكريزينج دي أول حاجة والحاجة التالتة بجيب منها الaxis of symmetry خلي بالك شفت الورتكس مهم جدا تبقى فهم الكلام ده طب الواي بجيب منها ايه الرينج الواي بجيب منها ايه الرينج طب لو طلب منك حاجة اسمها الورتكس يبقى لو سألك على الpoint of symmetry تقوله هي الورتكس ادي الpoint of symmetry يبقى لما يتكلم على الpoint of symmetry يبقى هو بيتكلم على الورتكس طبعا علشان اللي بتجيلك كتير جدا في تشوز وإحنا شغالين يا ولد ادي اجزامبل طب يلا مع بعض بقى اجزامبل 3 اما اقول لك هاف اكس سكوار plus 1 يلا نركز بقى اهم حاجة الورتكس يا ولدي هنحط اللي بيلو اكس او بيلو الpower بزيرو من اللي بيلو الpower خلي بالك انا ما قلت لك اللي تحت الpower طولة انا قلت بيلو الpower الpower ده ممكن يبقى 2 ممكن يبقى 3 زي ما هناخد كمان شوية من اللي بيلو الpower دي اولاد اللي هي half x square plus 1 لما تحطها بزيرو تبقى y equals ايه تمام برافو عليك لما حطها بزيرو يبقى y ب1 ما f اللي هي y يبقى y ب1 يبقى انا كده عند الvertex اللي هي كام مكام اللي هي 0 1 خلي بالك ان الvertex دي بنقول عليها ايه برضو اسمها point of symmetry يبقى لما يتكلم على point of symmetry يبقى هو قاصد انه يتكلم على الvertex كده خلاص احنا جبنا الvertex بتاعتنا خلاص 0 1 جميل جاري بقى على اللاتس 0 1 ادي 0 اطلع عند ال 1 حط point هنا اكتب لي عليها 1 طب هنا البرابولة بتاعنا open the upward ولا downward والله يا mister ده positive يبقى open the upward يلا ده كده نازل 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 decreasing ده طالع طالع increasing الdomain دايما فيهم كلهم r طب انا عايز اجيب range براف عليك من المنمم للمكسمم منع y axis يا mister هنا 1 up to infinity يبقى من close the 1 the infinity opened طب فين increasing منع x منع x منع x قلت ايا كم مرة ثلاث مرات ويا رب من لغبط عشان في ناس تقول يا mister increasing من 1 ل infinity يا ولدي من x x 0 قبل ما تجيب increasing اضرب بعينك على x x 0 يبقى من 0 infinity increasing من negative infinity 0 decreasing طب الفunction دي 1 to 1 خلاص بقى كل الparabola كلهم not 1 to 1 طب دي اضرب ل even bravo عليك دي even function كده انت خلصت الرسم بتاع خلاص طب لو عايز equation of axis of symmetry ممكن تقول equation of axis of symmetry اللي هي at x 0 equation of axis of symmetry at x 0 أو ممكن نقول or y axis يا ولاد ليه لاني ده axis of symmetry اللي هو y y dash وهو ده axis of symmetry برضو يئمة تقول y axis يئمة تقول x 0 طبعا صح واحد يقول يا مستر حضرتك انت كدر اغبطنا انت دايما بتقول x of symmetry عند x 0 كتب y ليه لا يا بابا ده y axis مش x لا y x زي اما تقول x 0 2 minus 3 x square يلا يا باشا معي ايوه هنحط اللي تحت الباور ما اطلق بطش نفسك اللي تحت الباور الباور هو مين تحت الباور ال x هتقول لي يا مصر طب اللي فات دي كان كاتب لي هنا half ما half ده يا جماعة بتاع scale ده شكل الكير ولا لديه اي لازمة بالنسبالي بالنسبة للبرابولة ده يضم كده على y او يبعد عن y يبقى هنا خلي بالك هقول x ده هي اللي بزيرو طب لما انا حط دي كلها بزيرو هتبقى y بتوق وعت لغبة نفسك تقول 3 ازعل منك 3 multi by x power 2 دي كلها x على بعض حتى حط دي كلها بزيرو هتبقى y بتوق هتبقى point of symmetry او vertex اللي هي هتبقى 0 2 يبقى x 0 y عفا بتوق ده اللي احنا هنقوله دلوقت اهو حط بقى vertex 0 2 0 واطلع عند 2 هنا اهو هنا بصلي بعينك الجميلة بقى ما ترسمش وخلاص دي نيجاتي يا يبقى open downward تبقى لتحت اهي مهم جدا تبص قبل ما ترسم تعالى كده من هنا يلا طالع 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 يبقى increasing لحد 0 مش لحد 2 لحد 0 هنا وبعد كده decreasing يبقى انا هقول الاول ده الانك وده الدك الdomain r range من minimum value ل maximum value اقل حاجة negative infinity اعلى حاجة 2 يبقى من negative infinity opened ل 2 closed negative infinity opened عفوا من negative infinity opened لحد 2 closed تمام جميل اول اللي بعد كده قلنا increasing من negative infinity 0 decreasing من 0 لحد infinity وطبعا denote 1 to 1 code ولا even ولا otherwise الفunction دي even لان احنا لسه ما بعدناش عن y axis add increasing من negative infinity 0 decreasing من 0 infinity note 1 to 1 الفunction دي even function والفunction طبعا قلنا note 1 to 1 الفunction دي equation of line of symmetry at x عرفها كده course equation of line of symmetry او equation of the axis of symmetry تقول at x equal 0 او ممكن تقول طبعا y axis زي ما قلنا من شوية جميل او طيب اللي بعد عايزين نجيب الvertex هنا من اللي تحت الpower ال bracket كله يبقى x plus 2 0 يبقى x negative 2 هتحط 0 و اعمل هالكو تاني هيركز معي كده اللي بيلول power x plus 2 يا حبيبي ادي x plus 2 يا شباب equal 0 اقدر اجيب x يا mister خرج ل 2 برا تبقى negative 2 طب لما تبقى كل دي بزيرو يبقى y تطلع بايه بزيرو يبقى الvertex بتاعتك negative 2 0 اوعى ابنة لغبة نفسك دي 2 multiply ولا لها لازمة لكن لو 2 هنا plus أو minus اقول كمان شوية تعمل ايه يبقى احنا خلاص كده جبنا point of symmetry اللي هي الvertex او خفيف كده عشان تزبط ايدك وانت بترسم هنا الcoefficient positive ولا negative positive بتقف هنا وتعمل الكيرف بتاعك upward جميل الدومين r الرنج فين ايوة الرنج من على y axis y بزيرو خلي بالك ما تقول ش negative 2 y بزيرو دايما الرنج من y دايما increasing وال decreasing وال axis of symmetry من x يبقى هنا هتقول الرنج من اول 0 لحد infinity open طب عايز increasing والdecreasing نازل 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 يبقى decreasing هنا يبقى تكتب هنا decreasing هنا طالع يبقى increasing يبقى increasing من negative 2 اللي هي x لحد infinity decreasing من negative infinity لحد negative 2 برضو على x increasing والdecreasing من x وال axis of symmetry من x الرنج اللي بجيب منه من عنده y axis بس y axis هي مزيتة في حاجة زي كده وحاجة اسمها minimum value أو maximum value يعني الكيرف اللي قدامك ده لي minimum ولا maximum أكيد ده نازل اللي تحت وبعدين طالع القاع عندك هو ده دون يبقى minimum value الم minimum value بكام أقل value للكير بكام بزيرو تمام دي يعني حاجة زيادة بس مش عندك يبقى احنا قلنا الدومين R الرينج قلنا من أول zero closed لحد infinity opened قلنا increasing من negative 2 لحد infinity decreasing من negative infinity negative 2 طبعا دي not one to one أكيد وبعد كده الفونشن دي could even neither nor تمام دي n n يا أولاد احنا كده بعيدنا عن ال x وبعدنا عن origin بعيدنا عن وكل حاجة يبقى دي neither nor انت لو about y axis even بعدت عن y axis n n على طول equation of line of symmetry قلنا عند x negative 2 يا رب يكون الكوادرات كده بالنسبة لنا بقت سهلة جدا طب كمان مرة هنا x minus 3 all power 2 ودي negative 2 ما لكش دعوة بال2 دي خالص تالي في اللي الباور اللي هي x minus 3 حطها لب 0 تبقى x ب 3 هلا اقول 3 و negative 2 يا مصطول اوعد قول 3 و negative 2 ازعل منك دي negative 2 multiple line bracket مش plus bracket تفرق يبقى 3 كل دي تبقى 0 يبقى 3 0 اروح على axis 3 0 يبقى انا اقف هنا يا ولاد اهو وبعدين نعمل dash line خفيف جدا كده عند 3 يا طرى بقى البرابولة بتاعنا opened upward ولا downward بصيلي هنا الcoefficient للbracket negative يبقى downward جميل عايز اجيب الdomain قولنا الdomain r عايز اجيب الrange من minimum لل maximum اقل حاجة للكير negative infinity اعلى حاجة 0 تب تشتغل على y طب increasing و decreasing كده طالع 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 inc نازل 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 دك ايوه كده اقول معايا يبقى من negative infinity لحد 3 increasing opened كلها opened وانا قلت عندي تحفظ في البداية بس عملها كلها opened هنا من 3 opened لحد infinity تبقى الfunction بتاعتك decreasing جميل جدا جبنا طبعا دي الرينج هنا ايوه الرينج هنا بس من negative infinity opened اي دي opened ياولاد لحد zero closed خلاص كده increasing من negative infinity 3 decreasing قلنا من 3 لحد infinity ونوت 1 to 1 الفونction دي نيذر نور لان احنا مش عالوايا اكسز ابدا الفونction دي عايز equation of line of symmetry تقول لي اكس ب3 او منع الكير هنا او منع ال straight line ده عند الاكس ب3 او point of symmetry اللي هي 3 و0 الاكس فيها ب3 يبقى equation of line of symmetry قد اكس ب3 جميل اول طيف ما يخش على حاجة تانية اكزامبل تاني معلش بسرع رتم شوية عشان عندي افكار كتير وقف انت الفيديو على مهلك واسم براحتك كده واحدة واحدة وحل كل مع نفسك اكس ماينس 2 قول باور 2 ماينس 1 هنعمل ايه هنقول اكس ماينس 2 بزيرو اللي تحت الباور بزيرو لما اقول اكس ماينس 2 بزيرو يبقى اكس بزيرو طب لما يبقى كل ده بقى بزيرو بص يا بص يا اولاد شايف ناس بتطلق يعني تقول اكس ماينس 2 بزيرو هتبقى الاكس بتون جبنا الاكس خلاص ادي الفيرتكس بدأنا بالاكس وبعد كده الواي الاكس بتون الواي بكام ده كله بزيرو خلاص يبقى نيجاتيب 1 يبقى هو ده الفيرتكس بتاع 2 نيجاتيب 1 وفي الناس انها جميلة على طول من البركت ياولاد اعكس الصين دي يبقى 2 ونيجاتيب 1 يعني جيب الاداتف انفرس للنيجاتيب 2 اللي هي 2 ونيجاتيب 1 بس كده خلاص ادي الفيرتكس تمام 2 ونيجاتيب 1 اسف معلش ده 2 ونيجاتيب 1 معلش انا هغير السؤال ده علشان انا عملت لك 2 1 لو دي positive 1 يبقى كده مظبوط معلش عفوا معلش يبقى كده 2 1 ادي الفيرتكس بتاعتك هاي يالله نرسم هاجي عند 2 هنا وقف هنا عند 2 واطلع عند 1 اهو وعمل line هنا وline هنا كأنك بتعمل اكسيس جديدة تاني هاي ادي 2 اعمل line عند 2 اطلع عند 1 عند y واعمل line تاني عند ال اهو اهو اطلع ال اكسي كده ادي ال اطلع 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 والله يبقى اطلع جميل تعال نجيب من ال ال رينج برضو هيبقى من اول ايوه جدع من اول 1 من من الم من الم طب هنا عايز ال ده نازل 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 يبقى دك طالع طالع يبقى يبقى increasing هنا decreasing يبقى من 2 ل infinity increasing ومن negative infinity 2 تبقى decreasing فور وطبعا not one to one واكيد neither nor لان انا مش على y axis ولو عايز equation of line of symmetry تقول لي accept 2 يا رب بتكون تفهمت لانها مهمة لو طلب منك point of symmetry تقول لي على طول اللي هي two one اللي هي the vertex يا رب بتكون الموضوع ده اتفهم بتاع quadratic function يلا number eight هنا بيقول لي negative three over two طبعا negative three over two يا negative one point five plus x plus three all power two برضو عايز vertex هنقول x plus three zero يبقى x negative three بعينك by inspection على طول يبقى negative three negative three على two اهي خلاص ادي x negative three y negative three على two يبقى vertex negative three negative three على two يبقى one point five ادي negative three اللي هي x و negative three over two يبقى negative one point five خلي بالك انت مش لازم تعمل الـ scale كله هو كفاية vertex بس ادي negative three وهنا negative one point five ادي negative three على طول اعمل horizontal line ادي الـ vertex هنا هنا coefficient positive يبقى البرابولة good opened upward أسف البرابولة هنا opened upward يبقى open upward لكن لو دي negative يا ولاد لو دي negative لا تخلي بالك لو دي negative انا هتخلي هلك negative واشتغل على الصين دي دي negative يا ولاد انا بسلح لك طب لو هي negative هيبقى البرابولة بتاعنا opened downward دي negative سريع على two minus x plus three all power two لو نبدأ نجيب الدومين هيبقى r range range من negative infinity ل negative three على top طيب عايز increasing والdecreasing كده increasing كده decreasing يبقى من negative infinity opened للحد negative three opened increasing ومن negative three opened للحد infinity decreasing جميل جدا الكلام ده اهو يبقى الدومين r قادي الر قلنا من negative infinity opened negative infinity دايما تبقى opened interval لحد negative three over two وبعد كده عندك increasing decreasing هقول من negative infinity لحد negative three increasing ومن اول negative three opened لحد infinity decreasing function طبعا هي note one to one ولو عايز equation of line of symmetry اقول x equal negative three دي مسألة من المسائل المهمة جدا يا أولاد طيب اللي بعد كده example nine جينا بقى للموضوع المزعج اللي هو فعلا مزع على الناس كتير أولا لو جالي منظر زي اللي قدامي ده مستر نعمله ازاي في standard form عايز عايز بقى اعمل الترينوميا لده نحول على standard form دي طب ازاي مستر اقولك على كده براح بص كده معي هو الفرست لي root ولا ما لي root root اكس سكوير كام هتقول اكس و root one كام هتقول one طب ما انا ممكن اكتبه كده ممكن اقول الف equals ونعمله change into perfect square اعمله change to perfect square ازاي هعمل براكت كده power 2 ونجيب root الفرست نحطه هنا و root third او last term نحطه هنا وال middle sign تنزل اهي هل لو انا عملت expanded formula ده هطلع ده اقول لك جرب one by one تبقى يبقى تمام جدا يا مستر طب ما انا اجيب الفيرتكس بقى يال اكس بلاس one بزيرو هيبقى الاجس بنيجاتي one وبعدين انا كده جبت الاجس لما يبقى ده كله بزيرو هيبقى الاي بزيرو يبقى الاجس بنيجاتي one وال y بزيرو يبقى اول حاجة عندنا الفيرتكس طلعت نيجاتي one وزيرو طب نرسم بقى يالله نرسم مع بع اهي 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 نيجاتي one وزيرو فين حضرتك هتقوم تجيلي هنا كده عند النيجاتي one وزيرو تحطلي بوينت هنا كده اهي ويا ريت تعمل داش دي او اي لين بالرولر كده حاجة خفيفة كده عشان يبقى تزبط الاسكيل بتاعك طب وبعدين يا مستر عايزين نرسم يالله نرسم يا باشمهندس ده يبقى open the upward ولا downward والله دي يبقى open the upward اهو انا طبعا معلش سامحوني بقى اهو بحاول بقادر الامكان اصبط الجراف زبطنا الدنيا الحمدلله ده كده نازل يا مستر يبقى decreasing ده كده طالع يبقى increasing تعال نجيب الdomain الdomain R كلهم R تعال نجيب range range هنا قلنا من minimum ل maximum range بيجي من y y 0 يبقى تقول لي على طول من اول close 0 لحد to open the infinity طب عايز اجيب increasing وعايز اجيب decreasing يا number 4 increasing هنا من negative 1 opened لحد infinity opened decreasing من negative infinity opened negative 1 opened والfunction طبعا neither nor يا رب بتكون بقت سهلة بالنسبة لنا طب يا مستر لو هي بقى مش perfect طب دي جاهزة يا مستر اقول لك بقى تعمل اي تعال لي هنا واحد يقول يا مستر ما دي perfect زال لفات اقول لك يا راجل هو perfect اخر negative 1 برضو خلي بالك بقى خد الطريقة بقى الاول هقول الف اكتب ها زي ما هي في bracket x square plus 2 x minus 1 عايز احط ده على standard form الطريقة لان في طبعا بعض الزمل بيعملوا طرق صعبة جدا خد الطريقة السهلة دي انا هعمل plus و minus رقم معين هعمل plus و minus رقم معين عشان نحول ها ل perfect طب plus و minus مين اقول لك تعال كده على coefficient انا هسألك وانت ترد علي مش هسحد ساكت تعال على coefficient of x كام رد اللي هو 2 half 2 كام 1 سا بتزود 1 و minus 1 ايه مستر ده تلق بطينا كده تاني ببساطة عشان احول اي trinomial اللي perfect بعمل add half the square of the coefficient of x يعني تجيب half coefficient of x وتعمله power 2 half 2 كام هتقول 1 هتعمل ها power 2 كده هتبقى 1 لابن هزود 1 و minus 1 كأنك ما عملتش حاجة دي step 1 طب step 2 خد 1 ده positive دخله جوه هنا وخرج negative 1 ده مكانه هتبقى دي x power 2 plus 2 x plus 1 negative 1 تخرج جنب دي يبقى negative 1 وفي negative 1 هنا يبقى negative 2 طب ما دي خلاص بقى perfect براك power 2 minus 2 هتروت ده x هتروت الاخير يبقى 1 حط الميدل دي هنا لو فكت ده يطلع ده x square 1 2 x الله عالجمال اجيب الvertex بقى 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 خلاص قلنا الvertex كلنا بقى نفهم منها negative 1 و negative 2 وتكمل انت الجراب بقى يبقى انا بقى انا بعمل add مين بقى بعمل add بص يا ولا add اهو half coefficient of x all power 2 وبعدين minus itself اهو ده مين اس هو كمان half ال 2 1 اعملها power 2 تبقى 1 يبقى تزاود 1 و minus 1 كمان مرة معلش استحملني شوية عشان زميلك يستوعب الجزئية دي تعال هتقول لي ايه نكتبها الاول اكتب دي الاول اهو x square plus 4 x minus 3 اهي فين half coefficient of x ركز بقى معاي half الفور يبقى هتبقى 4 يبقى زود 4 و minus 4 وبعدين دخل الفور ال positive دي هنا لان ال perfect square بيحب positive تمام طلع negative 3 برا negative 3 و negative 4 تبقى negative 7 اعمل ده perfect بقى خلاص خلص روت ال x square بx روت الفور ب2 حط الميدل على طول اهو first by second by 2 يطلع 4 x يبقى ال vertex كام او point of symmetry حط ال x plus 2 ب0 ويبقى negative 2 negative 7 واتكمل بقى رسم انت عارف حتى بنكمل يبقى لو جالك اي حاجة تانية لو قلتلك كده مثلا لو قلتلك كده مثلا لو كتبتلك f يلا واحدة كمان تاني معلش واحدة ربعة x square مثلا plus 6x plus 1 مثلا ده مش perfect square يا مستر تعمل ايه تحولو ال perfect ازاي حط ده في bracket plus و minus طب plus و minus مين هات ال coefficient of x 3 اعملو power 2 يبقى 9 زود 9 و 9 اعمل ده perfect يا باش مهندس اهو هتجيب روت الاولاني وروت الاخير تطلع معك بسهولة هيبقى x plus 3 بزيرو هيبقى x negative 3 هتبقى ال vertex هتبقى negative 3 و negative 8 يا رب تكون اتفهمت وان ربنا يكون وفقني انها تكون وصلت ده بمنتهى البساطة الكوادرات نخش بقى الكيوبيك في مسائل مش هقولها اللي لما خلص كل الجراف يعني يديلك فيها كيوبيك مع راشونال يديلك فيها مثلا مع كوادراتيك كل ده لما نخلص الجراف ان شاء الله ايه بقى موضوع الكيوبيك فونشن يا ولاد اللي هي x power 3 المهم لا تبقاش بزيرو لان لو ال a بزيرو هتبقى كوادراتيك هنمشي بنفس الطريقة عشان كده اسمع الفيديو للاخر هبدأ الاول لو x power 3 هنحط اللي تحت الباور بزيرو من اللي تحت الباور ال x يبقى x بزيرو تبقى y بكم جدع بزيرو ما هي زي اللي فاتت بس الكيرفي بتغير بقى يبقى ال vertix 0 0 تعال بقى نرسم الكيوبيك مع بعض بقدينا الجميلة دي ادي ال vertix هي اولاد 0 0 اه ال x power 3 اولاد بتترسم ياما first و third ياما second و fourth يعني ياما ترسم في first و third quadrant ياما second و fourth quadrant according to the coefficient of x power 3 يعني لو coefficient of x power 3 positive حضرتك ترسمها كده في first تطلع كده و third اهو بس خلاص خلص بس كده اجمل في اجمل حاجة في الجراف هي الكيوبيك ال domain r range r الفunction دي increasing بص كده من الشمال لليمين from left to right اطلع كده مع الالم يبقى increasing على طول او لو هي positive تبقى increasing بلاش لو هي first to third increasing خلاص يبقى domain r increasing function دي odd لنها symmetric about the origin الفunction دي كلها one to one كل the odd functions one to one ليه لان انت يا ولدي لو جيت عملت straight line هنا هيعمل intersection at one point يبقى ده خلاص one to خلاص يا جماعة دي odd function لنها symmetric about the origin يا رب تكون تفهمت الكوادراتيك ان شاء الله تبقى سهلة جدا بالنسبة يلا كمان واحد negative x power three حط اللي تحت power بالzero يبقى x بzero يبقى y بالzero زي ما قلنا بقى خلاص شرحناها بالتفصيل في الكوادراتيك ارسم يبقى الvertex zero zero ترسم في second اهو تطلع كده وتنزل في fourth اهو يبقى هي لو positive first to third لو هي negative second و force قول كل حاجة بقى ادو من r الرange r دي negative decreasing او دي عندك في second وال fourth تبقى decreasing برض الفunction دي تبقى one to one كلهم one to one وال function دي قدل لنها symmetric about the origin طبعا دي small point of symmetry ياولاد طب جميل او example ten two x power three plus one يلا نحط اللي تحت الباور بزير تبقى x بزير وال y هنا ب one يبقى zero one اجي بسرعة كده عند zero وحط one هنا اهو وانيجي عند zero one تقف كده بالpencil بتاع حضرتك هترسم first والله لو عايز ترسم اللين ده انا افضل انك تعمله اعمل اللين كده بارد لكده ال x اكس ثم معامل كده اهو طالع هنا كده first third ليه علشان هي positive add من r range r positive تبقى first third تبقى increasing the increasing ياولاد مش decreasing the increasing the increasing دي كده increasing increasing تمام كده الفونكشن دي طبعا neither nor one to one طبعا اكيد لا دي neither nor معلش عفوا اهو اصلح معاك d neither nor تمام لانك بعدت عن origin يبقى d neither nor ياولاد تمام كده يلا ناخد بقى افكار تانية يلا مع بعض d half x power 3 minus 2 برضو نحط اللي تحت الباور بالزرو يبقى x 0 لما تبقى دي كلها بزيرو يبقى y negative 2 يلا على طول الاد 0 وانزل عند negative 2 اعمل بقى straight line اللي هو parallel to x axis هنا خلي بالك دي negative يبقى لما حضرتك هتجي ترسم ما ترسم فين ايوة second ده second بتاعك هو وترسم في الفورس بالزبط كده الدومين R الرانج R الفونكشن دي طبعا دي positive انا اسف معلش المفروض ارسم first وthird معلش اهو لولا هتاني بالراحة معلش دي طبعا positive يبقى ترسم في first كده وفي third دي مش negative يبقى دي increasing وطبعا دي neither nor طبعا لان احنا بعدنا عن الوريجين ودي طبعا one to one function الpoint لو عايز equation of axis of symmetry قوله اكس بزيرو زي ما كنا بنقول حالا في الكوادراتيك one minus two x power three برضو نحط الex بزيرو يبقى دي كلها بزيرو يبقى zero one يبقى الvertex zero one هتقوم جاي هنا zero وطلع عند الone ويعمل straight line هنا هنا بقى بص الكوادراتيك يبقى ترسم في second وترسم في force عشان وقت الحلقة ما يبقاش كبير او انا اسف عشان خلاص ده من r range r الفونكشن دي negative او second و force تبقى decreasing الفونكشن دي one to one الفونكشن دي neither nor مظال كيوبك سهلة جدا ان شاء الله ما فيش مشاكل ركز بس كويس في vertex برضو x دي بزيرو دي كلها لما تبقى بزيرو يبقى y negative one يبقى zero negative one ادي zero negative one اعمل straight line اللي هو بارد للx ادم بnegative تقوم برسم في second وترسم في force برسم معك اهو عشان تبقى واخي ببالك الفونكشن دومين r range decreasing اللي بزيرو يبقى الex بكام جدع بnegative two كل دي بزيرو يبقى y بزيرو يبقى negative two zero اجي عند negative two وزيرو اعمل بقى dash line زي ما اتفقنا هنا يبقى first وthird اهو يبقى خلاص بقى dominic r range r function d increasing function d one to one function d neither north point of symmetry هتقول طبعا add x equal negative two example eight هنا x minus one all power three برضو هنقول x minus one بزيرو هتبقى x بone لو كل دي بزيرو يبقى y بزيرو يبقى الvertex one وزيرو هتجي عند الone وزيرو هنا عند ال x حط one اعمل dash delay هنا من فضلك هنا ده بدي أولاد خلي بالكم في الاجزامبل اللي جي هقول لكم عليها هناك coefficient possible يبقى ترسم first كده اهو وfirst وإيه وthird add domain r range r neither nor function d increasing function d one to one جميل او يلا اللي بعد كده هنا two minus x all power three خلي بالك هتقول x minus two بزيرو أو two minus x بزيرو كل ده بزيرو add two zero يبقى انت واقف هنا هتقول معامل straight line هنا نرسم فين بقى المرة دي محدش يقول coefficient يا ميستر زي كل مرة بصف يبقى first وthird خلي بالك دي negative والpower odd negative x power three فتبقى دي second وفرص خلي بالك انتبه اهي ليه لأن دي negative يا والpower odd عارف لو الpower ده even تبقى positive upward عادي مش مشكلة لكن دي odd يبقى domain r range r function decreasing وبردو neither nor وده one to one خلي بالك كل الكلام ده مهم جدا هتلاقي موجود في choose هنقول x plus one بزير هتبقى x negative one يبقى y طبعا لما تبقى دي كلها بزير يبقى y بtwo يبقى negative one وtwo ادي negative one واأي two اعمل بقى الاحس زي ما اتفقنا هنا وهنا كده بقيت عندي دي الvertex coefficient positive والطمن دي كمان positive يبقى ترسم في first اهو وترسم في third طبعا الdomain r range r positive تبقى increasing تبقى function دي one to one وطبعا دي بردو neither nor يا رب ياولاد تكون quadratic والcubic في حلقة النهار ده بقوا مساهلين لان هم طبعا مهمين جدا في كل اللي جاي x minus one برضو بزيرو هتبقى x one طب ما دي negative two يبقى one negative two ارسم one negative two ادي one اعمل dash line negative two اعمل dash line خلي بالك كو coefficient طب لو في جوة negative وبرو negative يبقى negative وnegative positive يبقى first third دي خلاص سهلة بقى دي negative تبقى second وforce هتجي تطلع كده في second تعمل curve بتاعك وتنزل النحية دي يبقى برضو domain r range r one to one neither nor جاي يبقى افكار كتير يا رب بقى تكون تفهمت تعالوا بقى ناخد choose عندنا كان فكرة choose بقى كده مهمين اوي يلا اول حاجة عندك خلي بالك بص بقى قيمة اللي تعلمنا في حلقة النهار ده يا ترى يا مستر انهي واحدة من دور represent الجراف ده اول حاجة هات الvertex يبقى x-3 بزيرو يبقى x-3 يبقى 3 وطوقة اهم حاجة احنا تعبنا طول الحلقة عشان نستريح دلوق الvertex وهنا negative يبقى عشان ورد لا مش معاك دي اوبند او معاك دي اوبند اوبورد مش معاك طب دي بقى اللي يفصل فيها الvertex دي سريو هل دي سريو الvertex لا يبقى دي مش معاك يقى نمبر ايه احنا بنحل ازاي وقف الفيديو بالراحة وتحل المسائل دي تاني مع نفسك طيب نمبر هنا هنا جايب لك برضو مسألة تانية خلي بالك هنا 2 minus x minus 1 all power 3 انهي واحدة من دول اول حاج جيب الvertex هتقول x minus 1 ب0 هيبقى x 1 طلعنا الx طب وبعدين من عايز ال y لما يبقى ده كله ب0 يبقى y 2 هيبقى الvertex 1 و2 طيب هل دي 1 و2 هنا دي 1 و2 لا دي مش معاك يبقى يا اي بي موضوع يبقى سهل جدا اللي يفصل فيها المرة دي يبقى second و force يبقى number b هي اللي صح من دي first و third كمان واحدة يلا شكرا في افكار كتير قوي mcq boss الجماعة الكيرف اللي قدامك ده ده طبعا ده standard form او general form f of x ده f of x equals x power 2 اللي هو ده لان الpoint دي 0 0 هو بيقول لك لو عمل translated للfigure اللي قدامك ده two units in the positive direction of the two axes لو انا حرقت في two axes يعني عملت له translation على x displacement كده 2 على x وكمان 2 على y 2 يا ولاد هحرقوا 2 2 يعني انهي واحدة من دول الvertex بتاعتها 2 2 دي negative 2 ما تنفاعش negative 2 negative 2 شرحوا دي 2 negative 2 يبقى هي دي يبقى number دي هي اللي رايد خلي بالكم لان الافكار دي كلها مهم مقو كمان مرة انهي choices من دول هو اللي صح بصلي هنا هادي الvertex على طول دي 0 2 هادي الvertex 0 2 انا اسف معلش لا اسف اسف يا الvertex هنا حبيبي دي 1 2 معلش دي 1 وطلعنا عن 2 هنا هادي 1 2 هل الvertex دي 1 2 اه بس دي خلي بالك open the down word يعني لازم الcoefficient بتاع البركت تبقى negative هنا الcoefficient بتاع البركت انا اسف ده بوس اسف الvertex هنا 2 و1 لكن الvertex هنا 1 و2 تبقى number c هي اللي رأيت يا رب كون اتفهمت number 5 يلا بص انا بيقول ايه نحيل دول كلهم الpoint يا ولاد of the vertex للكير ده عايز الpoint بتاعة الكير الpoint اللي هي الvertex يعني هجيبها ازاي من هنا هتقول 2 minus x بزيرو هدي واحدة هتبقى الex ب2 تبدي الex دي كلها لما تبقى بزيرو تبقى الواي ب3 يبقى انا هقول 2 و3 دور على 2 و3 اللي هننبر number ايه اللي بعده الvertex هنا ايوه برافو عليكي بقى نطقو negative 1 و negative 3 تمام اعكس الاشهرة دي واخد اللي برا يبقى negative 1 وكام و negative 3 الى number d الرينجي هنا بقى طلع للvertex ممكن من غير ما نرسم لو انت سمعت معا ال skills كويس الvertex 3 4 add x add y الرينجي بيجي من على y axis y 4 دي عشان positive هيبقى كده دي 3 كأنه هنا في 3 وطلعنا 4 هنا اهو ادي الفور اهي يبقى من اول 4 لحد infinity foreclosed يبقى number c طب انا لو مش عايز ارسم ما انا قلت 4 دي open the upward لانها positive يبقى من 4 لحد infinity اهي طب الرينجي بتاع d هات الvertex 2 minus x 0 يبقى x 2 y قدامك 3 بس خلي بالك ده بقى ده يبقى downward add x وadd y الرينجي يبني بيجي من y يعني دي ما تنفعش ولا دي تنفع يا دي يا دي ادام هو downward يبقى من negative infinity 3 وهم من غير راسم اسمع الحلقة تاني لان الاسكيلز اللي احنا قلناها النهار ده في منتهى الاهمية طي هنا هنا المسألة اللي قدامك دي عايز الرينج للفونشن دي دي negative x خليها كده برا راح نرجع الكلام ده تاني عشان احنا محتاجين الاسكليز اه بص يا جماعة اه دي negative x power 3 جوه الابسليوت واحد يقول يا مستر طب انا ارسمها ازاي انت الابسليوت دخل لبالك حاجة من اثنين يا اما negative يا اما positive حطها زي ما هي الاول تبقى هنا x greater than or equal zero او اعكس sin يعني negative في negative يبقى positive x power 3 ودي الex ليه zero ارسم كده برا راح كده رسم اي اي كروك اي draft بالنسبالك اه اعمل الاقسيز اه انا احنا كده برا ها انا طولت عليكم النهار ده جدا معلش معلش ابدأ دايما لما تجي ترسب ابدأ بالvertex الهنا هنا الex بزيرو يبقى ابدأ بالزيرو حط هنا زيرو تبقى zero zero جرب كده الone هنا انا هنا اخد الزيرو معاك احنا قلنا الكلام ده قبل كده تطلع بزيرو برضو هي وهي نفس الvertex يعني نفس zero zero خد اي رقم لزان zero خد negative one حط negative one هنا خد negative two تطلع negative eight يبقى من negative infinity zero اللي هي number c مسألة مهمة جدا دي مسألة مهمة جدا يبقى number c range للfunction دي برضو ما دي x هتقول لي يا مستر نعملها دي find مرتين x x x power two x negative x negative x power two وهنقول الكلام ده تاني في الابسليوت هنا x greater zero هنا x zero طب انت يا مستر بتجيب النمبر ده من نين حط اللي جوه الابسليوت بزير لو عايز ترسمها حاجة كروكي كده لنفسك مش اكتر حط zero تطلع بزير حط one تطلع بone حط two تطلع بfour هتلاقي الكلف يطلع لفوق حط zero تبقى بزير حط هنا one تطلع بنيجاتيب one one قاسف حط نيجاتيب one هنا هتطلع بنيجاتيب one حط نيجاتيب two هنا هتطلع بنيجاتيب four تلاقي نزل تحت الله ده بقت كيوبك يا مستر ايوة الرينج كان في كيوبك r يبقى نختار ده الكيرف ده x square plus four هو نفس الكيرف x square لان هي quadratic بس عملنا translation four units square plus four يعني هتطلع فوق four اهو يبقى انت كده عملت translation فين هنا ده x x dash d y y dash يبقى انا طلعت كده على oy يبقى انا عملت displacement على y او ده vertex هنا zero zero vertex هنا zero four y هي اللي اتغيرت يبقى انت اتحركت كده عملت displacement او translated four units above x axis يبقى تختار على طول الoy كده ياولادي ما احنا خلصنا حلقة النهارده يارب بيكون ربنا وفقني ووفقت ان انا اشرح لكم الكوادراتيك بسهولة والكيوبك بسهولة الحلقة اللي جاء ان شاء الله هنشتغل مع بعض two graphs برضه هنشتغل irrational function ونشتغل absolute value function باذن الله الحلقة اللي جاء ان شاء الله وتبقى قريبة جدا انشتغل حلقتين بس ونخلص chapter one كله ان شاب ترون بتكلم على functions اخر حلقتين اللي هما اللي جاء ان شاء الله واللي بعدها بنتكلم على equation وال inequality وباذن الله نخلصهم ان شاء الله باسرع واسمع الحلقة تاني والمسائل اللي في الحلقة كلها حلها تاني مع نفسك وقف الفيديو وابدأ حل المسائلة بتاعتك فيها مشكلة ارجع للفيديو تاني وشغل الفيديو لحد ما تفهمها مرة واثنين وثلاثة كده احنا خلصنا الكونستان اللينير الكوادراتيك الكيوبك اتمنى ان انتو كلكوا كون استوعبت الدرس كويس اسف لو كنت بسرع عريتم شوية لان عايز اقول كم جبير جدا لان احنا للأسف متأخرين ان شاء الله نعوض الفترة اللي جاي بإذن الله تمنيات القلب عليكم كلكم بالتوفيق اسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته